نحن فعلنا يا جو أنت ستكون الأخير من الأولى من الأولى انتصار مزدواج حققه الثنائي معا وصل جو بايدن إلى البيت الأبيض مصطحبا كامالا هاريس امرأة اقترن اسمها بلقب الأولى عبر مسيرتها السياسية والمهنية فاليوم باتت أولى امرأة تتولى نائب الرئيس الأمريكي فوز عهدته مسبقا هاريس المولودة لأم وأب هاجر إلى الولايات المتحدة من الهند وجمايكا فكانت أولى امرأة تتولى منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو عام 2003 وفي عام 2010 تولت هاريس منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا لتكون أولى امرأة ومرشح من أصحاب البشرة السمراء يفوز بالمنصب وتكرر نجاح هداته عندما أصبحت أولى أمريكية من أصل هندي تنتخب لمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا عام 2017 وينظر لهاريس على أنها الخيار الأفضل في صفوف الديمقراطيين بسبب اتساع خبرتها السياسية والقانونية إذ يعاول كثيرون على خبرتها في العدالة الجنائية لمعالجة قضايا المساواة العرقية وتحسين أداء الشرطة هذا الملف الذي شكل تحدياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته في ظل موجة الاحتجاجات الأخيرة تطلعت هاريس لأن تصبح أولى امرأة تشغل مقعد الرئاسة عندما نافست بايدن وغيره على ترشيح الحزب الديمقراطي في 2020 لكنها خرجت لاحقاً من السباق الانتخابي على منصب الرئيس واختارها بايدن لتكون رفيقته في مشوار الوصول للبيت الأبيض بأن تكون نائبته مهمة نجحت فيها بسعيها لاستمالة أصوات النساء والتقدميين والناخبين الملونين فكانت ورقة رابحة للرئيس المنتخب جو بايدن نجحا سوياً في توحيد التحالف الديمقراطية للعودة مجدداً لسدة الحكم ترجمة نانسي قنقر